سيد دارين مساوكي سعيد إساد نساك استاذ عارف وأهلا وسهلا فيكم جميعا ببيتي المتواضح لا أهلت لي ما أطلع بدون إحراج إيه أطلبت تلبيت حفلة تنظيف غير شكل على هالطعش اللي داخل طالب اسمحيلي أتوجه لك بسؤال ويمكن يكون محرجه شوي هذا السؤال أبدا أنا ما في شي بيحرجني أنا مشكلتي أني صريحة وواضحة طب بعد النجاح هذا النجاح الباهر اللي حققتي في ست أجزاء من مسلسل الفاجعة وأنا ما هو سبب اعتذارك عن أجزء السابع من مسلسل الفاجعة وأنا هو صحيح أن اعتذرت الحقيقة لأني كنت مشغولة بتصوير أعمال ثاني أنا حاليا حينهي تصويري بمسلسل الورد الأسود من أخراج الأستاذ مخلص صادق وحاليا عم بقرأ مسلسل جديد اسمه انكسار السواقي رح يخرجه الأستاذ سالم أعطى الله انكسار السواقي طيب ممكن ناخد فكرة أو لمحة عن موضوعه هو بيحكي عن تدهور العلاقات الاجتماعية بين السواقي السواقي يعني القنوات القنوات هي قلوب الناس وشو عم يصير من انقطاعات وانكساراتها الدامة بالعلاقات الاجتماعية اللي نحن لازم نحافظ عليها كثير الفنان بيحب يتعامل مع العديد من المخرجين وكل ما زاد تعامله مع مخرج هذا بيعتبر مكسب له بالفترة الأخيرة لاحظنا الفناني دارين انه اقتصر تعامله مع المخرج سالم أعطى الله نعم سالم أعطى الله يا ترى شو السبر وشو بدا يكون يعني غير اني فناني صار لها تاريخ واسبتت جدارتها بالساحة الفنية إذا سننتقل إلى جانب آخر من الأسئلة نعم ويمكن طبعة البرنامج تفرض علينا هيك نوع كيف تنتقل الفنان دارين أدورها هو الفنان مدائما بيقدر يحصل على دور اللي بيحلم فيه الحقيقة بيقدر يختاره من النصوص اللي بتجي دور بيناسبه وبيناسب شخصيته الفنية بما يتوافق مع الحركة الفنية هذا يعني أنك تتابعين الحركة الفنية بدقة ويستحطروني الآن سؤال سؤال نعم وهم هل تتابع الفنان دارين أعمال زميلاتها من الفنانات؟ عفواني أستاذ عارف أنا بعتبر أنه هذا السؤال مو بمحلم نوب وتعصفي عوضرا منك لكن وين بتشفي التعصف بالتحديد؟ يعني أنا معقول ما تابع أعمال غيري أنا بتابع الفنان ضروري يتابع حتى يضل على اطلاع على اطلاع الحركة الفنية كلها وبعدين أنا بكتير كتير بحترم عمل زميلاتي وبقدير شغلون وقالله يعطيهم ألف عافية وبعدين وبعدين عدعي بالمطبخ لا تطلعي إلا لما أنا ديليك إيشو اللقاء؟ لا بكرة بعد الظهر بعد بغيرة هناك ضريبة للنجومية نعم والنجومية تسرق الكثير من حياة الفنان نجوميتك سيد دارين هل سرقت منك إحساسك بالأمومة؟ لا أخفيك الحقيقة أثرت على هذا الجانب من حياتي الفن بده تضحي فأثرت أن أبقى بدون زواج عذراً منك سيد دارين لكن مهيك كان السؤال أبداً شلون لكان؟ ولا شي بس ممكن ننتقل لجانب آخر من الأسئلة اعتبار السؤال المحرج واسمحيلي أن يغوص وأصبح بحياتك الشخصية تفضل بدون أحراج ولو خد راحتك ومثل ما قلتلك أنا صريحة وواضحة وما أبقى بشي على جمهوري أبداً إذن سأسأل عن الحب الحب وموقعه في حياة الفنان دارين الحب الله للحب مكان كبير في نفسي وقد نذرت نفسي لحب الفن والفن فقط بس أنا بقصد شيء تاني تماماً سدارين شو أصدك؟ أنت سألت وأنا جاوبتك الحياة أفحمتني بهذا الجواب أفحمتني نعم ولو استاذ عارف ترجمة نانسي قنقر